رأى مراقبون أن الصخرة الصدرية وهي الكتلة البشرية الهائلة التي تعرف كيف تقتحم المنطقة الخضراء والاعتصام فيها هي أكثر التحديات التي يخشها السودانية وقال المراقبون أنه بالرغم من محاولات قوى الإطار التنسيقي خلق أجواء آمنة للحكومة الجديدة إلا أن جميع الاحتمالات مفتوحة من الصدريين وأضفوا أن الأزمة السياسية حاليا معقدة بوجود التيار الصدري خارج السلطة وهو السبب الذي قد يخلق أزمات سياسية في المستقبل تعطل كل الملفات التي يأمل العراقيون بفتحها وضمان نتائجها